اهلا بكم وعرض جديد لامين انباء نقدمه لكم من قناة الجزيرة مباشر مصر يرأس اليوم هشام قنديل الرئيس الوزراء اجتماعا وزاريا لبحث منظومة توزيع البوتاكاز بما يكفل وصول الدعم لمستحقين واناقش الاجتماع الذي يحضره اسامة كمال وزير البترول واحمد زاكي عبدين وزير التنمية المحلية تجربة توزيع اداميب البوتاكاز بالكوبونات وامكانية استخدام نظام البطاقات الذكية كما يبحث الاجتماع ايضا الوسائل الكفيلة بمنع الاتجار في انابيب البوتاكاز بما يؤدي لارتفاع الاسعاد هذا وتبدأ محافظة الجيزة اليوم لاجراءات تنفيذية لتوزيع السوانات البوتاكاز بالبطاقات التمونية بمركزي اسيم والصف وفي حال نجاح التجربة سيتم تطبيقها في مناطق اخرى على مستوى المحافظة هذا وقد اوضح دكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة ان التوزيع سيتم وفق اليات حددتها المحافظة من جانبه صرح حمدي علام رئيس الادارة المركزية للرقابة بوزارة التموين صرح بانه تم الاتفاق مع وزارة البترول على توفير 72 الف طن بوتاكاز كرصيد استراتيجي يكفي لمدة سبعة ايام لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية ولمواجهة اي نقص او اختناقات خلال الفترة المقبلة يقوم اليوم وفد من اعضاء المجموعة الوزارية المختصة بمشروع تنمية اقليم قناة السويس يقوم بزيارة ميدانية لمقر المشروع القومي لوادي التكنولوجيا بشرق القناة ويتفقد الوفد ما تم انجازه من اعمال البنية الاساسية وتوصيل المرافق للمرحلة العاجلة ويتم على هامش الزيارة اقامة مؤتمن صحفي لمناقشة الخطوات التنفيذية لبدء احياء المشروع من جديد وذلك في اطار خطة الدولة لتنمية محور الاقليم قناة السويس بمحاوره الثلاثة الاسماعيلية وبورسعيد والسويس عقد الانبا بولا المتحدث الرتمي باسم لجنة الانتخابات البابوية عقد مؤتماً صحفياً اليوم بمقر الكاتدرائية المرقصية بالعباسية لشرح ترتبات القرعة الهيكلية والتي ستجرى الاحد المقبل هذا وستجرى القرعة الهيكلية بين الانبا رفائل اصقف كنائس وفاة القاهرة والانبا توادرس اصقف عام البحيرة والقمص رفائل افامينة الراهب بيدير مارمينة وذلك بعد حصولهم على اعلى الاصوات في الانتخابات البابوية اكد السفير يوسف زادا قنصل مصر العام في نيويورك مجدداً عدم تلقي القنصلية المصرية او السلطات الامريكية حتى الان اي بلغات بمصرع اي مواطن او مواطنة مصرية جراء اعصار ساندي واضف زادا ان القنصلية اجرت اتصالات في هذا الشأن مع كل من الخارجية الامريكية وشرطة النجدة في نيويورك واقسام الشرطة في ولايتي نيويورك ونيو جيرزي ومركز الطوارئ وافادت تجميعها بعدم توفر اي معلومات حول مصرع مواطنين مصريين تسانف محكمة جنيات الجيزة اليوم حاكمة احمد عزو وابراهيم محمدين وزير الصناعة السابق وخمسة من مسؤولي شركة الدخيل للحديد والصلب وذلك في قضية اتهام بالتربح بدون وجه حق والاضرار العملي بالمال العام بما قيمته خمسة مليارات جنيه وذلك لاستكمال الاستماع الى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين انتهى عرض الانباء لمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الانترنت كما يمكنكم متابعة البس الحالي للقناة على الموقع ذاته الى اللقاء اشتركوا في القناة